السلام عليكم هل تنزعج من عملية الفورمات أو تتبيت الويندوز تجدها صعبة نوعا ما أو مملة؟ إذا كان رأمه كذلك فسوف أجعل حياتك أسهل قليلا بهذه الحلقة بحيث سوف نجعل الويندوز يقوم بتتبيت نفسه بنفسه مما يجعل عملية الفورمات سهلة للغاية ولا تحتاج منك أي تدخل فكيف ذلك؟ هذا ما تشاهده معي إن شاء الله في هذه الحلقة أهلا بكم من جديد في شرح جديد من شروحات الويندوز المتقدمة على موقعكم مشروح كما قلت بداية في هذه الحلقة تشاهدون معي كيفية جعل الويندوز يقوم بتتبيت نفسه بنفسه على الحاسوب الشيء الذي يجعل عملية الفورمات على أجهزتكم سهلة جدا ولا تحتاج إلى أي تدخل مباشر من حضراتكم إذن كل ما استحتاج إليه للقيام بهذا الأمر هو برنامج واحد فقط وأيضا موقع واحد سوف نرى إن شاء الله كيف يمكنك أن تحصل عليهما معا بالإضافة طبيعة الحال إلى نسخة الويندوز التي تريد أن تقوم بتعديلها وجعلها تقوم بتتبيت نفسها بنفسها والممتاز والرائع في هذه الطريقة التي أقدمها لكم حصريا على موقعكم مشروح وأنها تدعم جميع نسخ الويندوز بداية من الويندوز XP مرورا بالفستا الويندوز 7 الويندوز 8 8.1 والويندوز الأحدث في فتراتنا هذه وهو الويندوز 10 طبعا إذن نبدأ بنسخة الويندوز متوفرة في جهازي حاليا كما تشاهدون هذه نسخة الويندوز التي قدمتها لكم قبل بداية حلقات نسخة ويندوز 10 برو احترافية أصلية فقط عدلتها حتى أصبحت سريعة وخفيفة جدا إذن أول شيء نقوم بعمله ونقوم بالاستخراج هذه النسخة والاستخراج الملفات نختار أحد الملفات فقط الضغط في حالة استخدم 7-zip بعد ذلك نختار extract 2 هذا الخيار extract 2 يتم استخراجه كما تشاهد معي نحصل عليه في مجلد جديد بعد الانتهاء هذا هو المجلد كما تشاهد معي تم استخراج نسخة الويندوز عندنا هنا الآن نحتاج إلى إعداد الملف الذي يجعل الويندوز يقوم بتتبيت نفسه بنفسه وكل ما تحتاج إليه والذهاب إلى هذا الموقع الرابط كالعادة تجده أسفل الفيديو ثم الذهاب إلى خانتنا desktop تختار من هنا إحدى النسخة التي تريد التعديل عليها أنا في حالتي سوف أختار الويندوز 10 إذا وجدت في نسختي كهذا الخيار MBR و UEFI إذا يتسع المجال لشرحهما اختصارا لوقت الحلقة فقط اختار الUEFI إذا عندي أنا نسخة ويندوز 10 كما قلنا أختار ويندوز 10 UEFI ينتقل معنا على هذا الشكل لنبدأ في إدخال البيانات بدل أن تقوم في كل عملية فورمات بإدخال تلك المعلومات التي يطلبها الويندوز أثناء عملية التتبيت في الشاشة المعروفة شاشة الفورمات سوف ندخلها في هذا الموقع هنا وسوف نحصل على ملف كل المعلومات الخاصة بنا هذه المعلومات سوف يتم استخدامها أثناء عملية التتبيت وبالتالي الويندوز سوف يقوم بتتبيت نفسه وإدخال هذه المعلومات دون أن تضغط أنت على أي زر إذن من هنا تقوم باختيار الموقع الخاص بك في حالة موروكو المغرب ثم هنا في البروداكت كاي إذا كان لديك مفتاح تفعيل الويندوز ضعه هنا إذا لم يكن لديك فقط أتركه كما هو لا تغير أي شيء ثم في أكسب دولة هنا فقط أتركها Yes تلك الخانة التي توافق من خلالها على شرط استخدام الويندوز هذا هو معنى فقط أتركها Yes أيضا في Escape Automatic Activation لتجاوز التفعيل التلقائي للويندوز تختار Yes ثم في License أيضا أتركها في Yes ثم من هنا تختار اللغة التي تريد ممكن أن تختار اللغة العربية إذا كنت تريد الويندوز باللغة العربية مثلا أنا أستخدم الويندوز عادة بالإنجليزية أتركه في الإنجليز ثم هنا في الكمبيوتر نايم تختار الإسم الذي تريد بطبيعة الحال أختار مشروع بسي مثلا وفي Organization أختار أيضا مشروع في حالتي يمكنك أن تضع اسمها كشخصية بطبيعة الحال أو أي اسم تريد هذا الاسم الذي يظهر عند تشغيل جهازك ثم في Keyboard هنا تختار أيضا اللغة إذا كانت العربية تختار العربية أنا أتركه بطبيعة الحال لأني أستخدم الإنجليزية أتركه في الإنجليش لكن بدل أستراليا أختار English United States من هنا تختار التوقيت أو المنطقة الزمنية الخاصة بكم نحن كازابلانكا تدعو بطبيعة الحال في المغرب ثم تختار هكذا ثم في Out of Box Experience تختار من هنا في Network Location مثلا إذا كنت تستخدم الجهاز في العمل أو في المنزل نختار لهم بطبيعة الحال في حالتي أنا الآن ثم ترنون Express Setting أتركها على هذا الشكل عندنا أيضا ليولا مجددا Yes أتركها في Yes ثم عندنا هنا تجهد مجموعة من الخنات فقط أتركها كما هي لا يتسع المجال لأشرح لكم كل هذه الخنات لأن هنا لك المزيد من الإعدادات يجب أن نقوم بدبطها هنا في Control Panel View فقط شكل Control Panel هل تريد أن يدهر على شكل Category أو Classic View كلا الخيارين لا إشكال فيهما ثم في الأيقونات حجمها الكبير أم صغير أحب عادة الحجم الصغير الشخصي أختار Small هذا هو القسم الأهم الآن Partition Settings هي كل أقسام مهمة لكن هذا قسم يحتاج منك إلى عناية خاصة عندنا في الوايب ديسك هل تريد عمل فورمات للقرص الصلب الذي سوف يتم تثبيت الويندوز فيه بطبيعة الحال نختار Yes لأنه إذا اخترت No سوف يتم تثبيت الويندوز إلى جانب النسخ القديمة يتم احتفاظ بها في نسخة الويندوز سبقا قدمت لكم مجموعة من حلقات الخاصة بهذا المجلد وكيفية التعامل معه لمن يقوم بعمل أخطاء أثناء عملية التثبيت إذا في حالتنا سوف نقوم بعمل فورمات للقرص الصي من أجل تثبيت الويندوز بطبيعة الحال هذا هو ما ينصح به وهذا هو الإفتراضي والذي يجب أن تقوم به نختار Yes ثم هنا هذه أهم خطوة تختار رقم الديسك أو القرص الصلب في جهازك إذا لم تكن تعرف الرقم المناسب لجهازك هو عادة أن يكون القرص الصلب C يكون صفر سوف نقوم بإظهاره فقط بالذهاب إلى CMD هنا تكتب CMD على هذا الشكل ثم تكتب Disk Part بعد ذلك نعطيها الأمر List Disk لإظهار الأقرص الصلبة عندنا في الجهاز كما تشاهد معنا نقوم لديسك 0 ويعطيني الحجم هنا وإذا ذهبت تشاهد معي هنا لاحظ الأحجام هذا الحجم 29 جيجا أو 30 جيجا بايتس هذا الخاص فقط ببطاقة ذاكرة الخارجية لاحظ إذا أخرجتها الآن وأعطيته الأمر List Disk من جديد سوف يعطيني فقط Disk 0 كما تشاهد لأنه هو الذي يحتوي على كما تشاهد هنا على Partition C وأيضا نركز في اسم Partition هنا عندي مشروع Partition Seed أو أي أن كان القسم الذي فيه الويندوز أو متبت عليه الويندوز إذا كان عندك الويندوز متبت مثلا في اسم آخر في D أو A أو F أو أي أن كان الاسم يجب أن تستخدم نفس الحرف هنا عادة في جميع الأجهزة أو في أغلب الأجهزة يتم تثبيت الويندوز في القصة C أيضا نعطيه أمر آخر بعد أن نختار أولا نعطيه أمر Select Disk 0 بعد أن تأكدنا من أن Partition C موجود في Disk 0 نختار Disk 0 عبر الأمر Select Disk 0 كما تشاهد يقول لي Disk 0 is now the Select Disk نعطيه أمر Last Volume فتأكيد مرة أخرى على أن القصة C هو الذي نحتاجه هو والذي يوجد في الويندوز إذن هنا في المين Partition Label كما سبقنا أن شاهدنا عندي أنا اسمه مشروح هنا تدخل الاسم الذي تريد لكن تختار Partition المناسب الذي في الويندوز كما قلنا أنا موجود عندي في السيري ذلك أختار C ثم هنا في Partition Order أتركه في For على هذا الشكل نأتي إلى اليوزر نيم نختار مجدداً أختار أنا مشروح يمكنك أن تختار أي اسم في الديسكريبشن نقول مثلاً Admin وال Password إذا كنت تريد تعيين Password أو كلمة مورور للويندوز فيمكنك أن تضعه هنا إذا لم تكن تريد ذلك أتركه فقط فارغ ثم عندنا في الـ UAC أو اليوزر أكاونت كونترول الميزة التي وعدتكم بتقديم شرح خاص لها شرح مهم جداً فنقوم بتفعيدها إن أحببت يمكنك تعطيلها لكننا نحتاجها سأقوم بتفعيدها ثم CIP يمكنك أيضاً تفعيلها أو تعتلوا على إشكال هذا كل ما عليك فعله هذا هو الآن ملف جاهز عندنا فقط نضغط على Download File إذن هذا هو الملف نقوم الآن بنقله إلى المكان الذي يوجد فيه الويندوز الذي استخرجنا فيه الويندوز هذا هو المجلد الذي استخرجنا فيه ملفات الويندوز كما سبقاً شاهدنا سوف نضع فيه هذا الملف الجديد على هذا الشكل الآن سوف نحتاج إلى البرنامج الخاص بنا لتحميل البرنامج الذي سوف نستخدمه في هذه الحلقة كل ما عليك فعله والدخول إلى هذا الرابط كما قلت بداية الرابط تجد أسفل الفيديو ثم تختار من هنا أحد النوافد للتحميل أنصحك بالنافذة الخاصة ببرنامج softpedia أو موقع softpedia هذه النافذة هنا لأنها الأسرع عادة تكون سريعة في التحميل لكن كل هذه النوافذة يمكنك اختيارها لتحميل البرنامج أو تحميله بأي طريقة ناسبك لا إشكال في ذلك نفتح البرنامج بعد تحميله بعد ذلك نذهب إلى create image file from files folders هذا الخيار ثم تختار هذا الخيار هنا browse for a folder بعد ذلك نذهب إلى desktop نذهب إلى المجلد الذي وضعنا فيه نسخة الويندوز الخاصة بنا كما تشاهد معي هذا هو المجلد فقط اختروع على هذا الشكل ادخل إليه ثم اضغط على select folder بعد ذلك نأتي إلى browse for a file هنا من أجل أن نختار destination أو مكان وضع النسخة الجديدة التي قمنا بتعديلها سوف نضعها في نفس المكان أضعها هنا في نفس المجلد وأسميه هذه المرة مثلا بما أنه ذاتي التثبيت أسميه auto windows 10 فور المشروح يمكنك أن تسميه بأي اسم لا إشكال في ذلك ثم نضغط على save بعد ذلك سوف نحتاج إلى جعل هذه النسخة قابلة للإقلاع نذهب إلى advanced ثم إلى bootable disk نختار make image bootable ثم من هنا نضغط ثم نذهب إلى نفس المكان الذي يوجد فيه الويندوز هنا نذهب إلى المجلد الذي قمنا بفك الضغط عنه ثم إلى قسم الboot أو الإقلاع ونختار هذا المجلد ETFs boot ثم open بعد ذلك فقط نأتي إلى sectors to load وبدل أربعة أكتب تمانية إذن الآن انتهينا من كل شيء فقط نضغط على هذه الأيقونة لتبدأ العملية نضغط بعدها على yes ثم yes مجددا ثم ok والآن كن ما عليك فعله هو الانتظار قليلا حتى تنتهي هذه العملية إذن بعد أقل من دقيقة يعطيك هذه النافذة operation starts to be completed نضغط على ok لكن طبيعة الحال قد تطول هذه المدة على جهازك أنت إلى أكتر من دقيقة على حسب صراط الجهاز لديك إذن نذهب الآن نغلق البرنامج نذهب لنتأكد هل تم بالفعل وضع النسخة كما تشاهدون معي هذه هي نسختنا auto windows 10 for مشروح إذن الآن دعونا نقوم بتثبيت هذه النسخة حتى تشاهد معي وبالدليل كيف يبدو شكلها وبأنها سوف تريحك جدا من عملية الفورماط المملة والتقيلة عادة شكرا إلى شكرا إلىIFA شكرا اشتركوا في القناة هذه نسخة الويندوز كما تشاهد أنا أشغلها فقط في نظام وهمي هنا لكن كما قلنا سواء كان نظام وهمي أو رئيسي فهي نفسها تشاهد هنا عندنا في قائمة إبداء القائمة فارغة لأن هذه نسخة مشروح أزلت قل التطبيقات كما سبق أن شاهدنا في حلقة إعداد هذه النسخة يمكنك أن تشاهد كيف تصنعها بنفسك نسخة مشروح الخاصة بالويندوز 10 وأي نسخة ويندوز سواء ويندوز 7 أيضا 8 يمكنك أن تعدلها حتى تصبح خفيفة وسريعة جدا كما شرحت لكم في تلك الحلقة كما يمكنك أيضا أن تقوم بتحميلها كما قلنا سابقا جاهزة ومعدلة أصلا إذن بهذا نكون قد انتهينا من حلقتنا هذه أتمنى أن تكون قد استفدت منها لا تنسى تشجيعي بلايك من أجل استمرار في تقديم هذا النوع من الشرحات وشرحات مشروح التي تعودتموها عموما كما لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس إن لم تكن مشتركا حتى تصلك جديد الشرحات والحلقات وعلى أمل اللقاء بكم جميعا في الحلقة المقبلة دمتم في أمان الله